اشتركوا في القناة وبحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون بمشاركة معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون وقد بحث المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال بما في ذلك ما تم تنفيذه من قرارات مقام المجلس الأعلى والمجلس الوزري بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوصيات اللجان الوزرية المختصة وتقارير الأمانة العامة بشأن القضايا والموضوعات المتعلقة بجهود تعزيز التكامل وتعاون الخليجي في مختلف المجلات كما بحث الوزراء مسارات التعاون بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية من خلال الحوارات الاستراتيجية وسير مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول الصديقة كما تدارس الوزراء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه دول المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي